بعد سلسلة اتصالات دبلوماسية أمريكية أوروبية مكتفة، يبدو أن واشنطن تسعى بهدوء إلى جر روسيا للمواجهة في جوارها الغربي، فقد أكد البنتاجون اليوم تزويد بلاده أوكرانيا بأسلحة خفيفة هذا الأسبوع على أقل تقدير. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في مؤتمر صحفي اعتبر تلقي كييف ذخير بحزمة المساعدات البسيطة وهي من نصيبها سابقا، مضيفا أن بلاده لم تبلغ بعد مرحلة نشر المزيد من القوات الأمريكية والعتاد لتعزيز حلفائها ودعمهم للمواجهة الروسية. موسكو تبنت رد الدبلوماسي كضرورة وليس خيارا، فقد سلبت الخارجية الروسية مذكرة احتجاج لاستفارة الأمريكية على أرضها بسبب قيام طائرات وسفن حربية أمريكية وأخرى تابعة لحلف الأطلسي بتدريبات قرب حدودها، وصفها الكريملين بالخطيرة. لتبقي واشنطن موسكو تدور في ذكة تمسكها بالرفض العلني للمواجهة العسكرية وتزيد من حتة مخاوفها أكثر، حيال أي توسع وشيك لحلف شمال الأطلسي قد يقع على خدودها وهو ما ترفضه روسيا في الواقع.